هنتكلم مع نجمينا النهاردة وضيفنا فيه أسادسة نجم الكبير وكابتن مصر والنادي الأهلي كابتن عمر الحديدي كابتن عمر مساء الخير وأهلا وسهلا بيك سعادة بالغة من كابتن عمر وهو داخل الستوديو عشان الأرجنتين كذبت زي ما قال معنا في حلقة قبل كده منور الدنيا كابتن عمر أقول لك مبروك يعني أقول لك مبروك بس يعني أقول لك مبروك فزا من لا يستحق هقول لك الحاجة ممكن أنه هنقول لها مبروك أنه إحنا كلنا متعاطفين مع ميسي أنه هو نهايته كراهوية أنا أقولت حسيت أنه كنت أقول في بداية الحالة ويبدو أن حالة التعاطف مع ميسي أكبر من حالة التعاطف مع الأرجنتين نفسها في ظل أنك إنت لو شلته من الفرقة بتحسن لفرقة أرجنتين مع احتفاظ أن دمارية يعني كارت كبير لعب بي إسكلوني بأداء أكثر من رأي يمكن هو ده اللي غير موازين الأهداف اللي كانت الأرجنتين كذبتين أتكلم معك عن مطش مبارح بس هو الحقيقة هو ميسي هو نجم الأرجنتين الأوحد يعني أنا كنت أتكلم أنه لو سألت أي حد النهاردة على منتخب الأرجنتين بالسستاء ميسي وديمارية ولوتارو مارتينيز ما تعرفش حد تاني من الأسماع الموجودة في الملعب وما فيش لعيد تقيل يلفت نظرك يعني ما فيش سكواد تقول أنه سكواد ده يقدر يأخذ البطولة من برازيل يقدر يأخذ البطولة من انجلترا يقدر يأخذ البطولة من فرنسا قبل البطولة تسيبك من نتيجة النهائية تكلم على مستوى سكواد تكلم على العناصر على العليبة يعني أربع خمس لعب كثير بإستثناء ميسي لكن ميسي هو كان عنصر الحسن من بطول البطولة يعني أتكلم على مطش النهائي دمارية خد جانب شوية من حتة معينة اللي هو الفكر بتاع سكنون هو ما كانش موجود ولعب التمانية وستين دي اللي هو اللفت أنظار للناس كلها بيحرزوا الهدف وأصروا بص اللي عملوا الميسي ده كويس جدا فرنانديز الناشئ ده يعني هو ده لعبة نص الملعب رودريجو ديبول ده حاجة يعني هقولك دول الرومانت الميزان للعبة مولينة مولينة لغاية الهدف تعادل لضربة الجزاء اللي تعملت قبل ما يغير التالت حدد من خطورة مبابيب كثير بص يا سيد احمد مجمل الكلام أرجنتين نسبة وتناسب معظم الناس كانت بتكلم سبعين تلاتين ثمانين عشرين أن أرجنتين لا تاخد بطولة شكلا وموضوعا احنا بقى تعاطفنا في أسلوب تاني أما جينا في أول البطولة والسعودية كسبت تم تحسب أن دات ممكن تكون هي الدفعة وتغيير حسابات اسكلوني ممكن جدا طبعا هي دي حطته في حتة وحطت المغرب في حتة قدت احترام الإمكانيات العرب اللي موجودين أو السمة الأفريقية اللي كانت مشاركة بس المغرب فاهم درس فاهم تخطيط فاهم أسلوب وصل لأعلى درجة في المباريات السبع مباريات اللي يوصل من الأربعة الأوائل ده إعجاز مش يحصل في تاريخ المغرب تاني بس أنا هقولك حاجة برضو موسيقى